مقاية حلو مقاية حلو أهلا وسهلا أحسان عسلم مرحبا بي يا عيشك وصفتنا لليوم بنينة بنينة برشا بنينة بش نعملو اليوم محنشة هي بنينة ومزيانة زيدة حتى فيزيوالما دونك لكتو هذي بنين برشا اللي هو تنقينج بيكون حلو صهرية حلو للعيد هي أنفت المحنشة دوريجين الجغيين دوريجين تاحد زيرية في البريود أوتومان وتعملت في عام 1515 مهنا تصاب من وقتيش سيكزيز المحنشة موجودة من وقتها ومبعدت عديت للمغرب خطر حتى المغرب كي تقرى هاكا شوية سيغان تغنيت فمش تكون يقول لك المحنشة دوريجين مغوكين أما هي لا راهي أول مرة طلعت زيرية لمحنشة ومبعد مشيت سفرت للمغرب وتو موجودة زيدة في تونس معروفة زيدة للمحنشة فمش برشا يعملوها في تونس راهي ميشة صعيبة معتا جز فيها شوية كودما وكهو نجمو نعملوها بطريقتين طريقة لانا بش نعملها بش نعملوها دي بتي مخصو معتا صغرونات اللي احنا نجمو حتى نقدموهم في العيد وإلا هي اسمها معتا ينطبق على منظرها المحنشة هي في فور ما نطع احنش معتا تبدأ انغولي هكاية كل حالة زون زيدة معتا تبدأ بش نعطيو معتا المقادير نتع الوصفة هذي اللي احنا نلقوهم جزتما في الفيديو دي عنا كي ديفيل على شين يوتيوب تار اكس فرس افب ووالا دونك شني حاجتنا بش نعملو المحنشة هذي حاجتنا بستة أوراق دي فوي فيلو اسمهم فوي فيلو معتا ما هيش الخطفة نتعنا معن مش ملسوقة سيد دي فوي فيلو اللي يتباعو في السوق يتباعو في لغاند شخفاس نلقوهم يتباعو أوراق أوراق ريكتانجوليخ دونك سي عم باكي في تلقا معتا عشرة أوراق وإلى خمستاشن ورقة هي سيد لابات اللي تبدأ شيحا هكا شوية تجب شوية للملسوقة ما هي ديفيرانك أوراق فيلو أوراق فيلو جستما وشادي نروحهم أكثر دونك أوراق ريكتانجوليخ ناخذو أحنا ستة أوراق وحاجتنا زيدة بثلاثة مغارف زبدة وإلى سمن اللي عنا معنة هذوما بشن حاشنا بيهم حاجتنا للفخص هذية بشن أنفت الزبدة هذية بشن بادي جوني بيها لوراق نطيعنا دكا وحاجتنا بزبدة زيدة في الفخص دونك للفخص نطيعنا حاجتنا بأربعمية وخمسين جرام لوس هي فلا المحنشة تجيب اللوس مية وخمسين جرام زيدة سكر سمول دونك سكر حاجتنا بمغير فتين نطيع فلوغ دورانجي مية مزهر حاجتنا بمغير فا زبدة وإلى سمن هذية بش جي في وسط الميلانج اللولانيين قلنا بشن ندهنوا بيهم البات حاجتنا بتشيشة قرفة ما هيش بارشة رايش بيش تتعطي شوية نكها دونك حتى اللي عباد اللي ما يحبو شي القرفة ينجم يستغنوا عليها ولا يحطو جوش شوية باركة راي تعطي نكها جوست خفيفة باركة و تشيشة ملح زيدة كيف كيف راو الملح يزيد نكها في الحاجت اللي هي سكرية الفينيسيون تاعنا حاجتنا ميتين وخمسين جرام عسل هو فما عسل اللي يبدأ عسل فلوغ دورانجي فما أنويع احنا نعفو فما عسل ناتشغيل عسل بالزعتر عسل بالوارد احنا ذي عسل بالزهر وإلا نجمو ناخذو ميتين وخمسين جرام عسل ونحطو فيه جوشة ميزهر وغير فتين نقولو دو كويرغ نتاع فلوغ دورانجي دكا للتحذير ناخذو بالتاعنا بش نخلطو فيه اللي احنا بش نعملو به الفخص انتاعنا اللي هو ما دونك اللوز مرحي نزيدو عليه زبدة وإلا سمن ذيب ونزيدو عليها شوية سكر غلاس نخلطوها مع بعضها الكل دوك ونزيدو في اللخر القرفة ونزيدو شوية ملح ونزيدو نخلطو مليح بيدينا بوغ ابتنيغ كل بات هكية تكون اوموجين وشدة شدة بعضها دوك جوست الريت الفلور دورانجي بش نحاولو نزيدوها بشوي بشوي بش مديناش لكيت خاطر احنا نحبو بات تكون سيفغي ما تكونش يبسة تكون هكا كي نشدوها بيني دينا معقولة تريا ونجمو احنا نلافاسون بش نعملو لبودان تاعنا مع بعض اللي بش يجيو في وسط البات فيلو هذي للفخص تاعنا دوك عيننا ميزانا مع بعض ش نيخدو نبداو نعملو في المحنشة تاعنا دوك نجيو على بلان دو تخفاي في الكوجينة يكون ننظيف نحطو بابيا كويسان هكي كم عنتا ما يلسقناش البات فيلو ما تلسقش ديريكتما نحطو على بابيا كويسان ونبداو بالورقة اللولة ونزيدو نحطو عليها ورقة ثانية خطي زمها تكون هكا شدة روحها شوية شوية دوك نحطو ورقتين نحطو الورقة الثانية ونبداو نزيدا بالبنسون تاع باتيسخي لين نعبيوها الكل ونبعد بش نجيو ناخدو اللوزن تاعنا بش نعملو كم دي بودان نجيو هكا بالطول كي الباقيت يبدو جويدين شوية معنطا في هكا حسبو تقريب تخوى سنتيمتر حكيكا معنطا احنا وعينا ميزانا معنطا بتي بودان ومبعد بش نلفو لجناب جناب اليمين وجناب اليسار وندوروها معنطا ندورو لين نعملو ان بودان في وسطو دونك اللوزن تاعنا بالباتفيلو في الأخر بش تشد روحها بالزبدة هي بتبعاتها بش تلسق نعملو نكرو العملية هذية اللي نكملو لباتفيلون تاعنا احنا نجي نقلنا ناخذو ستة دونك بش عملو لنا تخوى بودان احنا بش نحطو زوز أوراق في كل واحدة كان عنا كونتيتين بش تعطينا اكثر لوز بش نستعملو اكثر أوراق دكار دونك لين نكملو اللوزن تاعنا الكل ومبعد بش نجيو دونك طريقة هذي اللي أنا بش نعطيها بش نقصو البودان تاعنا قبل ما يتيبو دونك احنا بش ناخذو بش ناخذو البلاتون تاعنا نحطو عليها البابير تاعنا كويسان وبش نجيو نقصوهم كيما في تصوير العملية هذي اللي أنا عملت بش نقصوهم ثلاثة والا اربعة سنتيمتر معانتا يبدو الطول تاحهم دي بتي بودان يبدو هذي البتيقاتون تاعنا ونحطوهم في في البلاتون تاعنا هذي الطريقة الولى الطريقة الثانية اللي هي غيالما محنشة في فورمة محنشة اللي هو ما نخليوهم طويل من غير ما نقصوهم وبش نجيو ناخذو مول مدور دونك حسب تقريب 24 سنتيمتر بش نجيو نحطو يسركم هما يكونوا بيان باديجوني بالزبدة بش نجيو نحطو في المول انتاعنا على دوران تاع المول انتاعنا نحطوهم انوا فورمة اللي محنشة انتاعنا لنجي حتكش الوسط دونك دي في فورمة غيالما محنشة فالاخر نزيدو باديجون بشوية زبدة من الفوق اللي صنفناهم احنا اللي بتي قاتون تاعنا نتاع تلتها 4 سنتيمتر دونك نحطوهم على البلاتون ندنوهم نزيدو بشوية زبدة ونحطوهم في فوق اللي يكون درجة نتاعه 180 نحطوهم حسب تقريب 15 دقيقة اما عيننا ميزاننا نروه احنا دوتو تلتل فاتسون الباتفيلو تحمر تولي تعطيلون احمر دي يخفمها برش عباد في العيد دي عملو باقليوة بالباتفيلو تكون اسهل صحيح كي بشو تقصهم صعيبة شوية مع تلقصان انتاحهم مي هي اسهل من اللي انتي تحل الورقة بشو تعمل باقليوة انتاحنا وتكون اخفخة الباتفيلو بلحق تتقرمش وخفيفة عالاخر دونك نجمو نعملو بيها برشة وصفيت دونك 15 دقيقة نحطوها لين تعتلون هاكا كولوري بش نخرجوها كتكون طابت بكون عنا العسل اللي انتيعنا اللي حاتينا فيه اللو دفلور دورانجي وبش نسقيوها لين تشرب نخليوها جوز 5 سيميلوت لين تشرب العسل اللي انتيحها الكل هاكي كان نجمو للي ما عندوش عسل ينجم يعمل سيرو حسين سيرو كما قلنا يعمل سيرو ويزيت حتى مغرف عسل انا الحقيقة مطعم العسل نحب برشا كي بدأ في دير وسيت هكي أوريان تال دون هي دي أبن بالعسل اللي نجم عن ترى و 250 دي ام بوات حكا وطعمل لنا ام قران قانتيتي المحنشة وطقع تخير ملي نشريوها من تعملك حسب تقريب 20 كعبرة مع انت هو البودن ديجا واحد وحد كل واحد يعملك 7 8 دون نجم تعطينا قانتيتي بي كان نعمل ثلاثة واللوز احنا القانتيتي اللي حطيناها تعمل بلقدي دون حتى قصها حتى قصان انتح مزيان برشا مع انت فورمتها تنجم نجم نحطوها في بو بوفري وإلى فوصدق اللي نحب ونزين به وإلى بيان شو نكونوا حطينا برشا في الوصفة نتاعنا وندخل كوجينتنا عمليين برشا كأجا وبرشا كي خاصة في رمضان مشكورة جدا احسين على كل وصفات اللي تقدم من وصفات احسين تلقاوهم كل يوم على قناة يوتيوب مشكورة جدا اليوم وصفتها كانت لمحنشة تابعو التفاصيل كل على قناة يوتيوب اكس بخي سفين وصين معكم حتى نصف نهار من بعد شوية بش تكون معنا جودة دحمان وعضو الجمع العام للتعليم الثانوين بش نحكيو مزلت نهاري